السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبابي كانت منكم يا رب تكونوا في أفضل حال وصحة وسلامة ونشوفكم دائما في أحسن الأحوال كان بغين واجهتها يا قاصة لنجداد لأول مرة يشوفوا قناتي كانت منها تدعمني بالاشتراك والإعجاب والتعليقات الجميلة اللي في حالكم إن شاء الله اليوم غادي يكون تكملة للفيديوهات السابقة اللي كان سبق لي حدرت معكم الكيك الإسبانجي والقناش كانت منها إينا لإعجابكم هذا النوع من الفيديو وما تنسونيش في التعليقات ديالكم بكل صراحة وتشجاة ديالكم طبيعة الحال ملاحظة بالنسبة الكيك الإسبانجي اللي كان سبق لي حدرت معكم بأول ما كي طيب وكي دفاشي شوية كان غطيه بسلوفان أو البلاستيك الغدائي وكان حطوه في المجمد ليلة كاملة أو لليلتان أو للمدة اللي إحنا غادي نبغي ونخدمه به علاش لأنه كي حافظ على هديك الطراوة ديال هدك الكيك الإسبانجي وهذا ونفس الشيء نفس الوقت منيك تجي تقطعوه لهذك الطبقة اللي غادي تخدمو بها الترطة ما كي تفتتش معكم يعني كي بقشد فراسو ومحافظ على هديك الطراوة كي يكون طريب حل الإسبانج وما ما سمينا الكيك الإسبانجي إلا فعلا بكي يكون بحشكل ديال الإسبانج دابا غادي نبدور مونطيو في القطو ديالنا غادي نديرو الطبقة الأولى من القناش اللي كان سبق لي حدرت معاكم قبل غير هو اللي حدرت معاكم أنا اللي هو بشوكولاتة السوداء هذا بشوكولاتة ديال الحليب كان ديرو الطبقة الأولى بطبقة الحال قبل من ديرو الطبقات كان حاولو نسقيه هدك الكيك الإسبانجي جيدا باش كتزيد الطراوة ديالو لأنه كيكون رغم ذلك كيكون الكيك الإسبانجي خاصو ضروري تسقى كيكون ناشف شوية مي راح طري كان ديرو الطبقة الأولى وكان حط هدك الفرنبواز أو لاتوت البري هدك توت البري كان حطوه في المجمد باش كيحافظ على الشكل ديالو كيسهل عليها في التكسير ديالو أما إلا حطيته هو فرش يعني هو كيكون بقي طري ما غديش يقدر تفتتليها ومني غدي نجن نقطع القاطو غدي يعني ما غديش يعطيني هدك الشكل اللي أنا بغاه ما غديش يعطي هدك الحاجة اللي أنا كنقلب عليها هنا كنا بدا في الطبقة حتى كنا وصل للطبقة الأخيرة طبية الحال كنسقي كل طبقة بحدها بعد الشكل وممكن ممكن تستغنوا على الحليب تقدروا تسقيه بالقهوة أو لا بالشربات يعني باش تسقيه هدك يبقى اختياري أنا فضلت الحليب هنا الطبقة الأخيرة غنضرها بشوكولاتة الحليب اللي هي بالقناش شوكولاتة الحليب وغدي نضيف هدك الفرنبواز أو لاتوت البري عم قم استمر بطريقة حتى غنوصل الطبقة الأخيرة اللي غادي نغلف بها غادي تم تغلف بها التورطة دينا وهدي هي الطبقة الأخيرة كذلك تهي غنسقيوها بالحليب كيف ما كتشوفوا ضروري ومؤكد كل طبقة خاسنا نسقيوها باش كتعطينا هديك الطراوة فاش كنجيو نقطعوها كتكون صراحة كتكون سهلة لنا وهي أصلا رهاطرية ولكن كتزيدو تعطيوها طراوة أكتر هنا عم بدأوا بتغليف التورطة دينا بهات الشكل يعني بقاوا مستمرين بهات الشكل وملاحظة أنا آآ يعني غربة لل للإشارة أنا لست محترفة في التورط هذا غير اجتهادا مني باش نحاول نفرح الأسرة ديالي وندخل الفرحة للأطفال ديالي بشيء آآ منزلي يعني شي حاجة اللي معمولة في المنزل آآ من غير أدوات من غير ماتيريال آآ ماشي ضروري يعني آآ لا بغي تتفرح ولداتك رماشي شرط أنك يكون عندك الماتيريال أو لا تكون الإنسان اللي محترف باش غتصوب ديك الحاجة وتتقنها ممكن بأبسط الأشياء وتكون ماشي محترف وطلع هديك الحاجة آآ عندها واحد طعم زوين إن شاء الله آآ هذا غير اجتهادا فقط وكان بغي الجميل الأمهات أو للأخوات يفرحوا الأسر ديالهم شي حاجة اللي معمولة في البيت وانتو معارفين يعني الحاجة ديال البيت كتكون القيمة ديالها أحسن من شي حاجة اللي اختيتوها من برة وكتكون أوفر بالنسبة لل يعني اقتصادية كتجيب يدك شي إليه ديك وكتشوفي كيفاش داير فبطبيعة الحال كتطلع الناتجة زوين إن شاء الله دا ما غدي نحضر معاكم الغلاساج آآ الغلاساج غنضيرو بطريقة ديالي أنايا آآ هو نورمال مو راح كن تنغطيو به الغاطو ديالنا باش كيعطي هديك اللمعة وبطبيعة الحال غدي نشتغلو على هديك اللمعة راح تكون غير هو أنا غدي نستخدم هذك الغلاساج في حال طريقة ديال آآ الغناش ولكن هو غدي يكون شوية ماسك نفسه كتر يعني آآ غيكون متماسك كتر من هاد الطريق هاد الطريقة اللي كان سبق لي حضرت معكم آآ هنا غن بدون نسخن القيش دا الطريقة حتى ترجع في حال الشكل ديال الحالي بديال اللي كان نخدمه به آآ أول شيء كان نحط الجيلاتين ورق كان حطوه في ماء بارد جدا آآ نحطو الجيلاتين لأنه جيلاتين ما يمكنش آآ يدوب إلا في الماء اللي كيكون آآ البوردة دياله عالية كان نحطوه في مدة خمس دقائق بحال هكا بلا ما آآ الحالي هادا القيش دا طريقة عفوا القيش دا طريقة دوب معنا آآ عفوا بالنسبة هاد المرحلة ما تصوراتش كان اعتادر آآ كان كيز حابيك تصور ما للأسف ما تصوراتش هنا كان نضيف هادك الشوكولاتة آآ قطع ديالنا مع الكيس ديال الشوكولاتة البودر مع الملعقة ديال بلوكوز وكان بقى حتى يدوبوا كاملين مزيان عاد باش كان نضيف الجيلاتين بعد ما كان نعصره مزيان ما كان خليش فيه الماء وكان بقى مستمر بتحريك بها الطريقة حتى كي يدوبوا العناصر مع بعضياتهم بعد غادي نضيف الزبدة باش الزبدة كتعطينا واحد لمعة براقة والصراحة آآ الزبدة مني كتحتها حتى في الكريمات تانية في حل آآ الكريم باتيسيير آآ او لا آآ آآ هذا موس آآ سيترون ولا شي حاجة في حل هكا كتعطيك هديك اللمعة صراحة الله وكتخلي حتى هديك الكريمة كتكون متماسكة هنا غادي نجيب مصفات وغا نبدأ نصفي هديك شوكولا آآ هاد هاد الطريقة ضروري ومؤكد في جميع الغلاساج او الغناش ضروري خاسنا نصفيه لانك يكون واحد الكتل بسيطة ممكن ما نشوفهمش ولكن غادي تلاحظوا معي هنا في آآ في الآخر مني غادي صفي غادي ما يبقى الشوكولا اتلقوا واحد الكتل آآ هاد هاجة ضرورية إلا بغادي تخدمي بالجيب الحلواني ما غاديش دوك الكتل غادي يحبسوا ما غاديش تخل ما غاديش تعرفوا تخدموا به وكيف ما كتلاحظوا شو الزبدة اشكا تعطي كتعطي هديك اللمعة لهاديك الشوكولا رأي أنا أنا ما غاديش إنه نخدم بها دابايا غنخلي احتدت يعني احتدت شد فراسها مزيان احتدت يقول لي قريبة القاناش عادي مش غا نخدم بها آآ ممكن تخليوها مدة خمس دقائق ومن بعد تغطيو بها تغلفوا بها القطو ديالكم هانتم كيف كتلاحظوا راح كينين واحد الكتل ما بغوش نزلو غاديشوفوا بالملعقة غادي نوريها لكم يعني هادوك الكتل أنا حاولت ندوب فيهم ولكن ما بغوش يدوبوا كيبقوا هادو كيبقوا في الاخر هاد غادي نغطيها بالبلاستيك الغدائي وغادي نخليها مدة خمس دقائق بالنسبة للناس اللي بغاوا يغلفوا بها الطرد ديالهم اما انا غادي نخليها شوية ازيد من خمس دقائق باش تعطيني هادوك الفكرة اللي انا في دماغي بغيت ندير في حال طريقة ديال جودع الشجر مهم راح الشكل غادي يبلكم شكل عشوائي وغادي تقولوا اش كدير هادي مهم انا را غير بنسبة لي فكرة حاولت يعني ما نغطيها نغطي القاطو ديالي ولكن بالطريقة اللي هي تكون عشوائية يعني ماشيش حاجة اللي منظمة وهذا وكي كان نقول لكم وكان عودها انا ماشي محترفة انا مبتدئة وحاولت نفرح الاسرة ديالي بشي حاجة اللي بسطة وصراحة لله كانت ناتجة ماشي غا مردية شي حاجة مردية الحمد لله وكانت طعم صراحة غزال بزاف من بعد كان بدنا القنش اللي بقاليا كان نشكل به هذو كل الاشكال في الجوانب ديال الطرطة بهذا الشكل من بعد غادي نضيف الفاكهة اللي انا متواجدة عندي او للي كنحبها انا فضلت الفراولة او للفريز غادي نضيفه بشكل دائري من بعد هذو كل المكان اللي خليته انا خاوي غادي نحط فيه التوت البري او الفرنبواز هذا ماشي مجمد انا خليت المجمد باش نضيفه في الحشوة ديالطبقات وخليت الفريش باش نحطوه في الشكل النهائي من بعد غادي ندير سكر البودر او لسكر سقيل غادي نديره في حل شكل ديالطلج زي ما نزل عليه وهذه هي النهاية وهذه النتيجة النهائية عفوا كنت منها تكون هذا مرضية وعجبات كيف ما هي عجباتني وعجبات الاسرة ديالي كيف ما كان نقوله نعود انا لست محترفة انا تنا مبتدئة وحاولت ندير واحد المجهود واجتهت وبدون معدات وبدون ماتريال بدون اي شيء حاولت نصوب واحد الترطة بسيطة ولكن الصراحة المدق ديالها كان رائع وطريقة ديال الكيك الاسفنجي كانت جد جد مرضية وكانت منها يكوننا لإعجابكم وكان نخفيف ضريف على قلبكم ونقول لكم في امال الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة